تصنيف الفقاريات ما هي الفقاريات؟ الفقاريات هي تلك الكائنات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري والعمود الفقاري هو أحد مكونات الجهاز العظمي في الفقاريات والذي يدعم الفقاريات ويحمي أجزاءها الداخلية بحيث تحافظ الجمجمة على الدماغ وفقاريات العمود الفقاري تحافظ على الحبل الشوكي طوائف الفقاريات صنفت الفقاريات تبعاً للطوائف المختلفة من الحيوانات إلى الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات وكذلك صنفت الفقاريات من حيث درجة حرارة جسمها إلى مجموعتين الفقاريات متغيرة درجة الحرارة والفقاريات ثابتة درجة الحرارة فالفقاريات متغيرة درجة الحرارة تشمل الأسماك والبرمائيات والزواحف وهي الحيوانات التي تتغير درجة حرارتها تابعاً لتغير البيئة التي تعيش فيها أي أن تلك الحيوانات تستطيع تنظيم درجة حرارة جسمها تابعاً لتغير درجة حرارة البيئة التي تعيش فيها أما الفقاريات ثابتة درجة الحرارة فتشمل الطيور والثديات وهي تلك الحيوانات التي درجة حرارة أجسامها ثابتة ولا تتأثر بتغير درجة حرارة البيئة درجة حرارة جسم الإنسان نظراً لأن الإنسان من الثدييات فهو من الفقاريات ثابتة درجة الحرارة حيث تبلغ درجة حرارة جسده 37 درجة مئوية ولا تتغير درجة حرارة الإنسان إلا بما لا يزيد عن درجة واحدة وذلك تبعاً لاختلاف درجة حرارة الجو أثناء النهار وإن زادت درجة حرارة الإنسان عن ذلك فإن ذلك يعتبر مؤشراً على وجود مرض ما بالجسم ترجمة نانسي قنقر